مرحبا بكم مشاهدنا الكرام أسعد اللهم سأكون بكل خير وحييكم بأجملي وأروعي وأحلى تحية سعادة جدا من التواصلي معكم عبر موقعنا سبورستة من خلال برنامج عين على الكان للحديث عن منافسات كأس الأمم الإفريقية ومباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكونغولي والانتهاز بالتعادل هدف المتلى بالإضافة كذلك إلى المواجهة المرتقبة يوم الأربع المقبل إن شاء الله مباراة ثالثة أمام منتخب زمبي عفوا وكذلك سنتحدث على نظرة حول كأس الأمم الإفريقية منذ البداية إلى حد الساعة معنا ضيوف من خلال هذه الحلقة معنا سي جعفار الرقيق الأيطار الوطني سي جعفار مرحبا بك معنا وسعادة جدا مشكونا حضر معنا اليوم مرحبا وجد سعيد بالحوضة معكم معنا كذلك سي المختار العروسي صحفي مرحبا بك سي مختار مرحبا بك سي عثمان عبركم وسيدي موقع سبورستة وتحية كبيرة المخرج حلقة اليوم خاليد البقل سي جعفار شن يمكن قوله على النزال دي المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الكونغولي نتيجة دي التعادل الواحد نواحد بعدما الفريق أو المنتخب تمكن من تصرف الجولة الأولى بثلسة صفر نظرة ديالك الأولى حول نتيجة دي الواحد نواحد أولا بسم الله مرحبا أولا كنا كنت فأله خير في المقابلة الأولى من اللي أرباح المنتخب الثلسة صفر وكل شيء كان يقول بأن المغرب ستدوز بسهولة في المجموعة ولكن في المقابلة الثانية كان واحد شوية تراخي وكان نظن واحد الغرور لدخل النفوس اللاعبين وممكن نظن أن المقابلة ستكون سهلة لما كان سهلة صراحة المدارب ديال كونغو الديموقراطي يعني لعب لنقاط الضعف ديال المنتخب المغربي وكانوا بينهم نتكلم عنهم من بعد كان نظن واحد من واحد ماشي نتيجة خيبة ولكن خصوصا المقابلة اللي تلعبت من بعد حتيب تعادل يعني كان قوي في النفس الترتيب ولكن ضروري يجب أن نرى نقاط الضعف ديالنا والأخطاء اللي ترتكبت في المقابلة ونصحهم مختار كل تحدث على العوامل اللي عبتها في المباراة وخصوصا البعض كي تحدث على الحرارة مقابلة تجرات الساعة الواحدة بتوقف الديموقر واش فعلا الحرارة الوحدة اللي كانت عامل أساسي لشي يمكن المنتخب بمبات الصورات؟ طبعا لا يخفى لأنه كان بعض العوامل اللي هي موضوعية لي مثلا الحرارة والرطوبة والضعف ديال الأرضية ديال الملاعب ولكن هذا لا يمكن نهائيا أن صبره مبرل لأن هذا هو واحد مشاكل اللي هي موضوعية اللي يعني منهم جميع المساخبات المساركة في كاسة فرقية وكن نظن على أن المساخب المغربي كان أول مساخب لمسواجد في قدفور وسبق له العب مقابلة حبية تسيراريون في نفس الوقت وبسالي كنظن على أنه مسي هو المبرر الواحد وإنما خصنا نقول على أنه مقابلة الأمس لأن أصبره هي مقابلة نموذج اللي ممكن أسامده على الإعلاج لأنه مزيان أنه نصدمه بالواقع ونعرفو أن البطولة ديال الأفريقية مسي سهلة الآن ونصح المسار ديالنا إذا بغينا مسي بعيد كان ممكن نصاصره وهذا الخطأ يوقعنا في المقابلة الأخرى دونك كين بعض المساكل الأخرى اللي هي داسية لكي سعني المنتخب الوطني نظن هي اللي كان السبب في الناس يزادي اليوم الأمس سي جعفر أربعة ديال اللاعبين هم اللي كي يتم اختير دالهم من طرف الجماهير المغربية أنهم كانوا أفضل في هذه المقابلة نقولوا مرباط نقولوا أشرف حاكمي نيف أقرت وزيد لهم بونه ولي أنا كانت داخل آخر كان مميز لكي خلال المنتخب الوطني المغربي يخرج بالتعادل أنت شو نظرة ديالك شو الأخطاء اللي يرتكبها مثلا الناخب الوطني أثناء هذه المباراة باش خرجنا بعد التعادل ما كان دونش الناخب الوطني يرتكب شي خطأ قدرما اللاعبين كان عندهم ديك قلة التركيز في المقابلة وإلا لاحظنا من بداية المقابلة كانوا أخطاء فردية كثيرة سواء فردية اللاعبين وحتى ليلين يعني الخطوط الدفاعية والهجومية وسط الميدان إلا شوفنا نقطة ضعف ديال المنتخب المغربي ما كان دونش الناخب الوطني عنده شي حل من غير أن يلعب شي في ذاك الوخام يعني الجمهور كيقول حاكمي يقدر يلعب في اليسار ولكن عاوثاني في الجهة اليمنى ما عندكش شي واحد اللي غتقدر تتعاوضه بحاكمي دونك أنا بنسبة لي ما كان دونش بأن الناخب الوطني يرتكب شي خطأ كنظن بأن قلة التركيز ديال اللاعبين هو اللي خلا لأنه إلا لاحظنا في المقابلة جاونا فرص كثيرة خصوصا في الربع الساعة الأولى لو كان سيري يعني صغل فرص اللي جاوه في الأول كنا قتل المقابلة في الشاطئ الأول نعم مختار لتحدث جعفار حول الجيه اليسرى اللي كان فيها المشكلة في اللاعب الشي ومنها جاء الهدف وربما للمنتخب الكونغولي يعطينا خصوص الخطر خصوصا من الجولة الأولى كي لعب الظاهير الأيصر اللي هو الشيبي واش المدرب هو اللي يدريك راقي ما سفطن شي أو ما كان شي بديل اللي يمكن يعاوض الشيبي في ديكل الجهة وهو كي سبقار قراءة خاصة بالأيطر الوطني ما يمكن سنقوله أنه على خطأ ولكن كان يجب أن نسيبه أنه جو ديال الأسياء وأنه في دقائق الأخيرة سواء من الصوت الأول أو صوت الثاني دائما كان الكونغو يسهزم علينا هذا جاقب الفرص الضائعة بالزافة لدينا كنظر خصوصا على نصاري في صوت الأول كونغو ضغطت علينا في دقائق الأخيرة وكذلك في دقائق الأخيرة في صوت الثاني النقطة اللي يخصنا نسابه لها وأنه ما كانوا ضغطوا على زيها ديال اليسرى كانوا ضغطوا مثل الضعف فقط ديال سيبي وإنما سراوت سمع الضاهر مع الزناح ما كانوا ضغطوا على الليمين كانوا ضغطوا على حاكيمي مع الزيات مع أونغي واحد مسلس واحد سافاهم ولكن ما كانوا ضغطوا على اليسر كين الضعف هناك أخصو يكون نسيبه ديال وليد ركراكي لأن سي عثمان سبعة ديال هزومات اللي قمت بها في كونغو في الطهر ديال اللاعبين يعني أمور اللاعبين وليس وفنا وبالتبق في الطهر ديال غاني مسايس وديال سيبي هنا أنا ما كانش واحد نسيزة ما بين سيبي وغاني مسايس والهدف ليزا ديال كونغو ديالس عادل أرا كان سحب ديال سيبي من بلاصو كان سأخور ديال غاني مسايس هذا بالإضافة لأنه الخط الدفاعي ساني اللي هو مرابط أونحي كذلك سأخرف سدخل وناكبا على أنه كان تخص حلول لأنه سر صغيرة سريقا بها المدرب في نظري ما أعطاش واحد أكل ديال لأنه بدنا لاعب اللاعب ما كان خارزو أملح اللي هو واسط ولكن يعني دفاعي كذلك سملي هزومي داخلنا بلالأخ النوش ما أعطى ناس ديك ديك الأخر وبسالي كندون على أنه صغيرة هنا فين وقع وقع مشكل كبير في منسخة يا لحظة دي صغيرة صغيرة سكون قد ديمقراطية كان صغيرة سرائعة وزود اللاعبين اللي دخلوه وما اللي كانوا سبب وعطونا الهدف كان ضغطنا واحد إضافة في فهذه النقطة إلا لاحظنا في البلوك اللي هدرنا على المتسخم المغربي كان كي كي نهج البلوك ميديوم وليد الرقراقي لاحظنا في النهج التاكتيكي ديالو تخلى المنتخب الكونغولي باش 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 عم رابط ونحب أملح زياش باش باش البلوك اللي كان كي نهجو وليد تقريبا ميديوم طروري غدي خلي أولا هو خلى الخصم يبني من الوارع باش يسحبو باش يخلي ذاك المساحات وراء الدار وطبعا حتى انتا تقريب شوية البلوك وضروري غدي تخلي ذاك المساحة الوارع المشكلة اللي كان بحالي قلت ذاك تولاتي ديال الشيبي والزلزولي أو لها بوفل وقال ملح ما كانش واحد تجانس وما كانش ذاك القوة الدفاعية كيف معلالي من اللي كان حاكيمي وزياج ونحي اللي شوفنا كنشوفو ذاك التولاتي ديال حاكيمي ونحي وزياج قويا لا في الشكل هجومي ولا حتى الشكل الدفاعي المشكلة اللي عندنا هنا في حال اللي قلت لاحظنا بأن الكونتغ الدمقراطية عملوا رقبة لاسقة على أونحي بلوكة أونحي وفي نفس الوقت الشيبي كان سحبو الخصم ترى كان خطأ الشيبي في ذلك الخطأ بشكل يعمل في دار ديال أنا بنسبة لي سايس كان خصو يعمل التغطية ولكن حتى بوفان وحتى أملح كان عندهم دور دفاع لخصوم يعمل ولكن خلو الشيبي لنormal ما أنا حتى في الفورماتيون واحد النقطة كنت شيرت للي في تحليل ديالي إلا شفتي لأن هم كانوا ينهجو الكورة الطاويلة بعض مرة كانوا يسحبون المنتخب المغربي وكانوا يلعبون كورة طاويلة الكورة الطاويلة إلا لاحظت كنت تشوف سايز وأكرد وحاكمي من نص الوجرة في الكورة ولكن الجسد سيجعلون هذا المقابلة التي تستطيع نلعب ولكن لاحظت المغرب لا يوجد القراءة كامل بالوجه والجسد نظر المشكلة هذا ضروري يخصو يتحل في المقابلة الجيئة وإلا سنقوم ناخده لأن المدرب الديمقراطية تفهم وشير بأن النقطة ضروري المغربية الشيبي وربما سالخطة وليس مكسوفة سيضع فبلينا خطة المقابلة الأولية مقابلة ثانية وليس خطة كندون مكسوفة ونبخ سيصر لسفنا نيف أكرد كان يعون أكثر سلاسي ديال يعني كان خفيف كان يقدر يدخل سايز كاللاعب اللي كيزي وراء الشيبي سوفنا ما كان سايزانوس وكان في المقابلة الأولى رجع سوف كان سناء بين ثم مرة 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 ما كان سايزانوس ربما هذا راجع سيبي أنه ملعب في المقابلة كثيرة مع المساطر صحا حبو نزيد واحد النقطة إذا شوفنا واحد اللقطة الزياج ذيك لاريكوپراسون دبال اللي كانت تقريبا في دقيقة ستين رجع رجع مع الخصم وكان واحد ضد واحد لو لا ذك الريكوپراسون دبال لكان الخصم ممكن يقدر يسجل الهدف الثاني باختصال أخ جعفر ممكن قولوا بأن الجهة اليسرى المنتخب الوطني المغربي فيها مشاكل الجهة اليوم هي النجاح الآن من خلال هي نصنع هجمات نسجل منها هداف والعكس صحيح من الجهة اليسرى نتمنى إن شاء الله أنه وليد رجاجي تفطن هذا من خلال مباراة الزامبيا التي لا ستكون سهلة الآن مباراة الزامبيا مقابلة منتخب تشيب بولو بولو هذا المنتخب ليس سهل صراحة لأن المنتخب الذي تعتبر المنتخبات القوية لا يريد أن ندخل الغرور أنه منتخب صغير الآن ماهو المساج الذي يصل للعبين لكي يمكن يجعلهم نتخب بالنسبة لي النهج التكتيكي الواليد لا يريد شيء يتبدل سيلاعب بنفس تشكيلة هي التي كانت وخا عندنا في تشكيلة الكاملة المنتخب المغربي نرى بأن 11 لعبين و11 في ذكة الحتياط ربما أتأكد بأن سيواصل بعد 11 اللي تبدل ونها نفس النهج حكيمي أكرد سايس وشيبي ما عندوش اختيارات آخرين أمر ربط غادي لعب بمثلة هجومي لأن أمر ربط ك وسط ميدان دفاعي وغايد لعب بأو ناحي وآمل لح وزياش وكان غادي دخل الزلزولي الرغم أن الزلزولي في التقنيات الفردية جيد ولكن الزلزولي هي التي تتخلونا في الأخير الزلزولي هو الأنسب لعب ونصيري كرأس حربة التي صارها أنا بالنسبة لي حتى أنا إذا كنت مدرب المنسخة المغربي سيلاعب لأن هو ممكن تنوع بين البال في الأرض وممكن تلعب كرة عالية التي قوية فيهم كان نهج التكتيك الذي يدخل بها الواليد الواليد كان ترجع تقريبا ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أنا بنسبة لي هذا في الشيق الهجومي في الشيق الدفاعي دائما يلعب أربعة واحد أربعة واحد دائما يجعل الخصم يبني لا يضغط بحكم الرطوبة في إفريقيا لا يدخل المجهود كامل يجعل الخصم يبني ولكن عندما يصل 30 متر في الكتلة المجهود يظهر هذا هو السيستيم الذي يلعب به والد الرجل وهذا السيستيم الذي يجعل فيه في كأس العالم ويظهر النهج الموات في هذه اللاعب نعم ولكن أخي جافر سمعت في كأس العالم لاعبنا مع منتخبات قوية ونحن كنا نستخدم الكورة ولكن الآن نحن نحن مع زامبيا مع حسرامات زامبيا وكذلك التنزانيا ومنتخب الكونغو لكن يبقى المنتخب الوطن المغربي وش أنت الآن كتفضل أنا زامبيا هي اللي يتلعب الكورة أو المنتخب الوطن المغربي واللي يستحوض الكورة إلا شوفنا في المقابلة الأولى وخحنا كنا ربحين بثلاثة زيرو ولكن استحوض على الكورة كانت تقريبا نفس الاستحوض كانت تقريبا وقيلة المغرب ثلاثة وخمسين والخصم ثلاثة واربعين يعني ما كانش واحد للفرق كبير والبطن الإفريقية كيف ما كان عرف إحنا كاملين دائما كتكون فيها ما كانش فرق بين منتخب ومنتخب كل شي عنده الحدود وكل شي كي لعباد الحدود دياله دونك أنا بالنسبة لي في المقابلة الأولى ديال الدور الأول مش المهم تربح بالكترة أو لا تربح بالطريقة يعني المهم دابة حاليا اللي عند وليد ريقراجي هو يدوزن الدور الثاني وكنظن أنا في الدور الثاني عاد غيبا اللعب الحقيقي والمستوى الحقيقي والنهج الحقيقي اللي غادي لعب به وليد ريق مختار واشك انت متفق أن تشكيل ديال منتخب الوطن المغربي يواصل بنفس اللاعبي لدخله المباراة ديال الكونغو أو سميكون تغييرات هناك وخا قبل ما نسفعل مع السؤال ديالك بسكيل مباشر ونجاو عليه وأنا نأكد لوحد نقطة قال شي زعفر ولكن بتارقة أخرى وأن في منافس سفحة الكاسية فرقيا ولا سكأس العالم مقابلة سخص السربح وما كيس العبس يعني مشي ضروري سنو والأداء اللي ينقدمو ولكن الناشيزة لأن المساخب الوطني ومساخب يعصاب المصطف الأول من المرصحين أنهم يفوزوا بالناشيزة وكنضون بس مقابلة ديال زامبيا منتحوس في الإسكال اللي وقعنا فهم عقابون وأنه الولد الرجراكي محساس أولا أنه يخدم على زانب نفسي وعلى صركيز ديال اللاعبين أكثر لأنه لو كان صركيز ديال اللاعبين في مقابلة كونغو خصوصا أنه ربما اللاعبين سفزقوا بالهدف الأول ديال حاكم في تقيقات الساعة وكننا ساغلين فرص أخرين ما كننا سنهضروا بهذه الطريقة هذه لأنه كان منساخب بالصوت الأول ممكن يخرج منساس أو سلسة الآدف على الأقل زانب ديال صركيز وزانب نفسي مهم بزف أننا نخدم عليه في المقابلة لمجزة والملاعبية يبعو أي ملاعبية خلق شو يقوم بالدور دياله أنا الملاحظة اللي عندي هو الخيار ما كنش بزف وسنكون واضح مثلا قدره جود اللاعبين إذا كان عطيس الله واجد ربما لكن واجد يقدر إذا كان بين بوفل وزلزول راه والد هو اللي عرف الإمكانية لما يده ولكن اللاعبين سكيلة كي سبقى هي أنا اللحظة وحدة كنقول أنه صعيب اللعب بنفس طريقة وسه صغيرة بنفس طريقة مقابلة ديال تانزانيا سي عثمان ودية كونغو الديمقراطية خمسة صغيرة هي نفس اللي في تانزانيا نفس اللي وقعاش في كونغو وفي نفس دقائق بالضب في الوقت كان ممكن أننا نعسى مدعو للاعبين آخرين وساما سيباري ربما كي عبين عطيوها دقائق أكثر وس ممكن نوعو وهنا ما كان تحوس في الطريقة مكسوفة لأن الخطة ديال الوليد أصبح حسن مكسوفة خصوصا من اللعبوه في ما هو دفاع وبالأمش كان عبر على أن المنسخ المغربي الخطة اللي في كأس العالم كيفس كان أنه يحاول يسترجع الكرة ويبنيها لم يكن يعمل مع كونغو لأن في إفريقيا كان حوية آخر وبالتالي نظن على أن على الأقل في النهج الطاكسيكي يجب الإعادة ديال 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 سي جعفر ريكي بيراسون ديال اللعب احنا نشوف شوية كان قاصح من ناحية البدنية الحرارة شوية النرفازة اللعبين في آخر ديال المباراة مع بعض كيف يمكن نرجع اللعبة من ناحية الريكيبيراسون التعب الحرارة الأجواء ماذا يمكن المنسخب الوطني الساعد هذه المسائلة كاملة سواء تصغذية الريكيبيراسون ديال اللعبين في أقرب وقت كان دون الجامعة الملكية وفرط جميع الظروف للعبين باش يكونوا في أحسن الظروف كيف ما كان عرف التقم التقني ديال المنتخب الوطني راها فيه أكثر من 12 تقني اللي ما كان دون تفوتهم هاد النقطة ديال الريكيبيراسون ديال الجوار أثناء هاد البطولة هادي وفهاد الرطوبة هادي التوقع ديال المباراة أنا كن دون المنتخب الوطني وتوقع هادي حول لا غادي صحح الأخطاء ديال أولا بأن في المقابلة الثانية كان عدم التركيز وكانت عندي واحدة الملاحظة ديال حسن في اللي بل آريتي كانوا لاعبين غير مركزين والدليل على أن أملح يعني لخطة غريبة بلاحظة أنه ارتكب خطأ اللي مكيت ارتكب في المربع العملية بل كان دون أنا المقابلة غدير بحل المنتخل الوطني وبأقل مجهود لأن عنا لعبين صراحة اللي قدروا يبدلوا لك النتيجة في أي لحظة مخصر توقع عن المقابلة أنا سوقع زعما على الورق رأى الأمور بينك نظن لأن الإطار وطني يحول صحح الأخطاء علمتنا على الورق رأى على الورق ما يمكن طبعا ولكن نظن لأن سيكون سيصار على ما أظن أن النقطة واحدة قال زعفر ضروري الخطأ اللي عمل أملا ما أول مرة عملا يعني الكرة كي سعلا ويدو علي رف مقابل أخر سبق لعمل نفس دخول الحمد نظن لأن المساخ الوطني يستطيع ينسسر على زمبيا ولكن لن سيكون مقابلة سهلة واضح المقابلة سيكون سهلة لكن ربما سيقع مفزأة ولكن على ما أظن أن سيكون صالح إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي ومنتخب زمبيا من شو المحور الآخر في الحلقة هو الأوضاع كالسفريقية كيف منافسة لحد الساعة انطلاق الأجوال المباريات تنظيم أنا كنظن كان تنظيم جيد لحد الآن وكنظن أن الدور الثاني هو اللي سيبين لأن إذا نرى حاليا بقي حد الآن لم نرى شي منتخب الفافوري اللي سيقول هذا اللي سيأخذ بطولة كأسفريقية سينيغال سينيغال ورغم أنها ربحة المقابلات ولكن ماشي ديك الفارق اللي المنتخب اللي سيقول هذا ولا سيربح كأسفريقية أنا كنظن دور الثاني سيبين المستوى العام للمنتخبات لأن إذا نرى المنتخبات العربية نقس سواء الجزائر أو مصر أو تونس ولكن كنظن إذا دور الثاني سترى المستوى الحقيقي دياله دونك الدور الأول ما كيقين المستوى العام ديال البطولة ولكن كنظن الدور الثاني غدي بين على المستوى العام ديال المنتخبات كاملة مختار أنا على المستوى صنديمي مع قدر ننظر بزاف لأن في آخر مطاف كنظر على إفراقية وبسال الإمكانيات وبزاف ديال الأمور كيس حكم دونك نقدر العام خاصة في الدر أول المقابلة اللي كنظر في البلد المنظم كودي فور الهزيمة مع غينية سوائية باربعا سفر يعني مسيغين مسخبات كبيرة كاملة زبر الصعوبة ولكن هذا لا يعني لأنه معي كونس معي بنو الناس مسخبات كبيرة في أدوار أخرى وهذا كان واضح مثلا أرجونس في كأس العالم لهزيمة ما يكونوا عنا بعض مفاجأة يقصى مسخبات كبيرة ولكن كان مسخبات أخرى ليس خطاش فرد دراسة في جزائر سونس كذلك ربما سينيقال سيسكن حضرة لأنه البطولة الأفريقية سوف نطلق انطلاق المسوم النيعي واحدة النقطة إضافية سي عثمان بالنسبة من التنظيم نشوف بأن التصوير المقابلة سيكون شركة أوروبية لأن تصوير الكيين في المقابلة كاملين يعني تصوير عالي الجودة يعني يجعل المدربين والمحللين أنهم يحللوا المقابلة في أحسن الظرف توقيع اعتفاق مع القناة الناقلة يكون لديهم فرصة لكي يمكن المشاهدين الكرام يكون عندهم المتابعة جيدة المباراة نحن نعرف المباراة تلعب بالفار يجب أن يكون كاميرات أكثر وأفضل كذلك سي مختار شكرك بزدل أنني سي حضر معنا اليوم إن شاء الله دائما تكون حضر معنا في الموقع سبورسد شكرا لك سي عثمان سبورسد وكذلك أن الضيف سي جعفر سي جعفر سي عادة جدا أنني سي حضر معنا اليوم ما ما سي حضر لأخرى لكن ما سي حضر معنا أنا اللي أسعد أنني كنحضر معكم وإن شاء الله لا تكون آخر ومرة وشكرا على الإضافة ونهار كبير أنني تلقيت بالأخ بالصدفة اليوم أول مرة نقلس مع معطيتنا ونتمنى الله سبحانه وعلى نقلس مرة إن شاء الله شكرا سي جعفر سي مختار العروسي تحية كبيرة المخرج حلقة اليوم خالد بقلي مشاهدنا الكرام درب لكم إن شاء الله موعدا جديدا دائما عبر سبورسات من خلال برنامج عينال كان دائما عبر موقع سبورسات أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وعطيب المناء أتمنى لكم في آمن الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة